هلا ودكتور. ازايك عامل ايه? ابحثي عن ورث. هلا والله من ورث. اسود ولوزية. طيب لوزية ديان جميلة يعني اه اللوزية مش مش طريحة بدرجة ان هي تقول كل الحاجات عندها وبعفوية وكده. تمام? هلا وحميدة. هتعتبر فلسفة. صح? ايه? خيلسوف. خيلسوف. ممكن كده اه. يا بله. ها اتحالي للشخصية يلا. يلا ورثي. يلا. يلا. شخصية اجتماعية تقدر تتكلم مع الاخرين بتهولة تتواصل مع الاخرين بتهولة. اه شخصية تحفيزية دايما بتنشر الحماس اه بين الاخرين. اه المشاعر عندك مش ان انت يعني ايه? مش فياض لدرجة ان انت تتعامل مع النص بعطفة. فعندك عقلانية شوية. اه نوعا ما ان انت تحترم قرارات الاخرين بس مش قوي يعني قرارات المهمة بس. اه عندك كبير اه وانت مش بتجوزها صح? صح. عندك رغبة للجواز قوية. طبعا اه من ناحية الحب انت مش اي شخص بيعجبك يعني في صفات معينة ومحددة. بتدور على ان انت تختار شخص من تفصيل يعني. بس اه اه اقول لك انه مفيش حب مثالي. يعني عشان تدور على واحد تفصيل مش هتلاقي. قال لان العمر بعدي ومش هنلاقي الشخص ده. كان عندك الطاقة عندك مرتفعة كده من نشاط وحيوية. اه. الامور قاني عمر اتنين وعشرين لحظة. اتى كلامك كله ما شاء الله صحيح. ترى متبيراني. اه بتنفعل بسرعة بسبب العصبية اللي عندك. اه عندك القدرة على التواصل مع الاخرين واكتشاف الكلمات السامة. يعني مسلا لو واحدة جاية ايه عايزة تقولك اه اه تقولك مسلا حاجة في كلام مسموم كده. اللي هي ايه? بتاعت ايه? اه. عايزة ترميلك كلمة كده في قلب جملة يعني اللي هو السم في العسل. فانت بتقدر تكتشفيها. يعني مسلا زي ايه? زي مسلا تقولك ايه? اه الرجل اللي انت حطاها لشوفها فيك ده جميل. بس لو كنا عايزين مش هي بقى بتقلب بتدليك طاقة سلبية. فانت بتقدر تكشف الناس دي بسهولة. تمام? اه. صح. بتحب المغامرة. بتحب الخروجات. بتحب الفسح. بتحب الاماكن اللي فيها زحمة عموما بشكل عام. شخصية استقلالية. يعني ممكن تنفصل على ايها بسهولة. 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 احب الهدوء. بتحب الهدوء? احب الونات. الهدوء ده مفتاح. اه حلو حلو كلامك والله. اوكي اجينا. اجينا. ام? ما بتتقبلش النقد بشكل عام. يعني مش كل الاشخاص اللي تقدملك نقدر تتقبلها. كمان اه. كمان نقول ان انت بتحب الجماعة التفاصيل اللي عندك نوع من الفضول كده بس مش فضول عام يعني الفضول من تفصيل اللي هو ايه? اللي هو عايزة حاجة تعرف فيها فانت عايزة تعرفها بالتفصيل خاصة بيك انت. مش بشكل عام. يعني معلومات انت مش محتاجاها. اه. فدي انت مش لازم ان انت بتجمعها عنها تفاصيل. نعم التفاصيل اللي انت بتجمعيها بتجمعها على موضوع آآ انت بتفكري فيه. او ان انت مهتمة بيه. تمام? صحيح. طيب آآ. براوة. عندك بعض القدرة على عندك القدرة على توصيل المعلومة يعني بفيك تتكلم مع حد بتقدر توصيله المعلومة بسهولة جدا. يعني اي حد ممكن يفهم منك. ام. لو لو انت مثلا تشتغل محاضرات او حاجة فيفهمه منك كده. او مدرسة بيفهمه منك. تمام? اه. حالة. اوكي شكرا. والله يعني بدون مجاملة. وبدون آآ تناقب الكلام صح كلامك. كل ايتي. بدون استثناء.